السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مجموعة جديدة من المواقع للشهد الزكاة الصناعية عشان تعمل لنا صور جميلة. طبعا لازم نتكلم عن بنك. هتقدر في هنا في بنك وتبدأ تقول له انا عايز اعمل صورة مثلا لي ايجيبشن كاتس. طبعا لازم نتكلم عن نوعات جديدة. طبعا لازم نتكتب بالعربي عادي. المواقع التانية لما تكتب بالانجليزي بتطررش نديجة حلوة لو بالعربي لازم نتكلم عن ايجيبشن. هو اول مجموعة ايجيبشن بيعتبر ان هي عصر اللي صورات. الموقع الجميل فعلا تقدر تتعمل منه صور كثيرة مختلفة. وفي حاجة اسمها اكسي بلور ايديا. يبدأ يجيب لك الافكار. تبحث ان مثلا تتطوق على صورة. وتقرأ البروميج اللي تعمل بالصورة ديت. وتعمل انت بقى بصورة زيئة. هجي هنا وقل له اعمل لي صورة بشكل ديت. اعمل لي اربع صور كل صورة فيهم اقدر ان اكبرها و اقدر ان انا اسيفها او اعمل لها download او ملاشير او اعمل لها customize. طيب ده موقع تاني اسمه stable division. محطوط على جيت هب. جيت هب ده موقع open source من الناس يبدأ تجرب فيه الحاتجات قبل من انهم انزلوها. فتقدر ان انت دي open سورس تقدر ان انت تشوفها وتقدر ان انت تشغل عليها. وبشاحك زي ان انت تقدر تستطابة عندك على الجهاز. يعني هيبع عندك على الجهاز. موقع خاص بك تقدر ان انت تعمل بتكوين الصور من خلال التكست. ونشرح من كده طريقة التفتيت بتاعته. هتنزل الملف وتفتح الملف الاسمه update.bat. وخلاص كده هيتستطب عندك. هتلاقي الملف بقى موجود عندك ان شاء الله. طيب ده موقع تاني بتقدر ان تباره تعمل منه خلال الصور. تعال نشوف. خلي بالك كل موقع بيعمل الصور مختلفة تماما لان البرمجة بتاعته مختلفة. ودخلنا هنا على الconva. فتقدر تعدل الصور زي ما انت عايز. اندي مزحة العمل اللي احنا نشرح عليها. او خد كلمة ايجيبشن كاتس وبيقول لك بقى اني ستايل اللي انت عايزه. ودي اكون مثلا حاجة زي كده. وتقول له ايه جنالي اتني مشي. فبيقول لك بقى الحساب بتاعك. بيبدأ اعملك بقى الصور. اي صورة فيهم هتعجبك. هتقدر ان انت تشغل عليه هنا. مثلا ديت. وتقدر تعملها download لو انت حابب. هتلاقي عندك مثلا ان انت عايز تحزف الخلفية. عايز تحزف جزء معين. تعلم عليه وتقول له احزفه. عايز تحسن الصورة. عايز تعمل replace لحاجة. عايز تعمل animation. كل المزايا دي بحيث ان انت ايه تقدر تعمل الحاجة اللي انت عايزها بسهولة. مغير ما تروح لمواقع مختلفة. عايز هي تقدر تعمل align. تقدر تعمل crop. تقدر تعمل replace. الصورة معينة لصورة تانية الوجه مثلا. ولما تخلص خالص تقدر تقول له export. من مواقع السهلة جدا ومفلزيزة. واللي جواه حاجات كتيرة جدا بزجال سماعين. باش مجرد بس التحويل التكستي لصور. تعال نجرب المواقع دوت. انت بتديله منتج معين. ويبدأ بقى يبديك خلفية كثيرة. عشان تقدر تعمل دعاية لمنتج بتاعك. مثلا انت تبيع مكتبة فتقدر انت تحطها على خلفية كثيرة وتبدأ تشوف اللي انت عايزه. وبيديك بعض الحاجات زي تحزف الخلفية زي تحزف في حاجة معينة. بحس يتبقى بس المنتج اللي انت عايزه. ده موقع متخصص لو عندك اي صورة قديمة بيبدأ ان هو يحسنها وبحيس ان الوجه نفسه يبدأ يظهر معي. اي صور قديمة عندك رفاحة هو يبدأ ان هو يحسنها. طيب تعال نشوف المواقع دوت. هبدأ تقدر تعمل علامة بفصلة وتبدأ تقول له بعد كده انا عايز حاجة مثلا سري دي رندر وهكذا. خلا نقول له جنريت. يبدأ يعملك الصور بشكلات. بقدر نصف الفكرة هنا. ممكن تجي تقول له انا عايز صورة معينة. وممكن بترفع له الصورة عندك. هو يبدأ ان هو يشتغل عليها. يعني صورة انت مصورها وبتقول له مثلا خلالكها على شكل كرتون وهكذا. وفيه ممكنة انك تخلي في حرقة لكن ده بفلوس. تبقى فيها عدوية من برشب. طلع لنا صورة الجميلة دية. تقدر تحسن الصورة تقدر تسايفها تقدر تنسخها تقدر تستخدمها. بعد كده في انتك صور تانية. بعد كده نروح لموقع جميل اسمه بروم اي اي. زي ما انت شايف ممكن ترسح جوز ام عين من مبنى يبدأ ان هو يحزف فالس او تقدر لنتعمل اوت بينتنج يعني تدينه صورة وتقول له تبتخال لو انا كبرت العدسة هيتطلع ايه معايا تدينه صورة او اعمل لها فيديو بالشكل دوت. دي من خلال صورة تكتب له تكستو فيديو. تكتب له تكستو ويبدأ اعمل الفيديو بتاعها. دي بعض الحاجات. الجميلة اللي وفيه جهاز كبير جدا معماري. طيب ممكن تيجي هنا تقول له مثلا سكتش لندر. يعني انا عندي سكتش. وهدولك وانت تبدأ تعمل لرندر بتاعه. دي حاجات كثيرا انا جردتها وعليه. تمام? بقدر له سكتش مرسوم هو يبدأ ان هو يعمل لي الصور. مثلا حاجة بشكل دوت. هو بدأ ان هو يعمل لي الصور بتاعها. ديزو حاجة ده وهو بدأ يعمل لرندر بتاعها. فيه فوتو سكتش تبدأ بتدي له صورة وهو يحاولها لك ليه سكتش. وطبعا في عندنا الريلايت بتدي له صورة وهو يديك امكانية ان انت تختار ازاي تظبط اللي باقعته. عندي كذا اضاءة فتقدر تقول له انا عايز الاضاء دي تكتر تقلل وهكذا. حيث توصل لي منستوى حلو الصورة. فيه طبعا امشو فيديو تقدر صورة هي حولك لفيديو او تكستو فيديو. موجودة هنا كل اضاءة فيهم. نقدر احنا نغير فيها زرعة عزيزة. فوقت تدلو تيكست معين مثلا. موجودة هنا. يبدأ بقى ايه يشوفها زي ما احنا عايزين. ممكن بعد كده تختار الاسطايل اللي انت عايزه وتختار الاسكيل. وتقول له جيناريت. فبكون لك الصورة بعد كده يديها حركة من الكاميرا زي زوم. هي حركة جزء معين منها وهكسر. موجودة هنا. تعالوا نشوف الصورة. او الفيديو بقى. بالشكل او. طيب تعالوا بقى نشوف موقع تاني. الموقع ده موقع تقدر تقني بحيك كتر قوي. يعني هو الفكر كلها انه هو واجهة لشات جي بي تي. واجهة لموقع كتر من موقع زيكال صناعي. تقدر تكتب تكهز تانية. وتجربوا على بي بلاي جراوند مثلا. بدل ما تفتح موقع بلاي جراوند. ده موقع اسمه كاركتر دوت اي اي. وتتكلم مع الزيكال الصناعي. بالحاجة اللي انت عايزة. يعني مثلا تختار شخصية مثلا. نابليون او هتلر او سوكراط. وتبدأ تداردش معي. فده موقع الموقع اللي انا بحب ادخل لها داردش معي. تختار اي شخصية من دول. وتبدأ ان انت هتسأله. وهيبدأ ان هو هتحور معك. يعني كأنك روح تشتري بتي. ولطوله تخيل. انا عايز اتكلم مع شخصية محمد الفاتح. كلمني كأنك محمد الفاتح. فيبدأ ان هو هتناش معي. ده موقع برضو تحول التكستل صور. كدية اميج انيميت فيديو. وهكذا. طيب الموقع الجميل ده بنعمل به ايه؟ خلينا نبسح كده. ونبدأ صورة جديدة. اول حاجة بتقول له انا عايز ايه. انا عايز مثلا كاتس. بلاي. ان وطر. ماشي. وخلينا نغير الانميج. بالشكل ده. وتعالى بعد نرسم مثلا اي حاجة. يعني مثلا ايه. هترسم. حاجة بالشكل ده. بص هو بقى يتخليك شكل قطة. ممكن ترسم قطة تانية هنا مثلا. اهي. تمام؟ ولوظوات التخيل هيبدي عمهاك اكثر وفعية. بالشكل ده. قطة تاي. مجرد ان ترسم ايه شخبطة هو يحولها. للوحة فنية. ممكن مالك تقول له. يعاد لك التخيل. او يحصل لك الصورة. ترجمة نانسي قنقر.